معهد كارنيجي للسلام معهد دائما ما يعني أضع علامات تعجب وعلامات استفهام حول كل ما يصدر عنه أو منه من دوريات أو من دراسات لكن الغريب خلال المرحلة الماضية وجدت أن هذا المعهد بيفتح أبوابه للكثيرين المنوئين لسياسة الدولة المصرية بشكل أصبح أو بات كظاهرة أره هكذا ربما أكون مخطئ لكن معهد كارنيجي أفرز لنا عمر حمزاوي مثلا يعني هذا المعهد أفرز نموذج عمر حمزاوي هذا النموذج المتحزلق المتكلم التنظيري الذي ينفصل انفصالا كليا عن الواقع لا يرى الواقع إلا من خلال منظر يعني ربما لا يعكس حقيقة الأشياء هناك كاتب آخر فيه اسمه مصري للأسف شمجد مندور يكتب فيه كارنيجي للسلام وينتقل من كارنيجي إلى الكتابة في وسيلتين أو مؤسستين الأولى اسمها نون بوست والثانية اسمها أوبن ديموكراسي نون بوست أوبن ديموكراسي الاثنين بحثنا عنهم لقيتهم مملكين لعزم بشارة ممولين من قطر وبيرقصهم عزم بشارة عندما أقول عزم بشارة اعلم أنه ضد مصر الدولة مش ضد مصر الرئيس